الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسلي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي حياكم الله جميعا في لقائنا لهذا اليوم وهذا الصباح الجميل والذي سنتحدث فيه عن الوحدة الثالثة من الشهادة المهنية لتصميم خبرات التعليم اللي هو تسمى e-learning experience design أو design experience أنا محدثكم زكي فراش مشرف التدريب من إدارة تعليمك المكرمة فحياكم الله جميعا أتمنى من الجميع أن يكونوا بصحة جيدة وأطلعت على الأوراق قبل الوصول يعني إن شاء الله يكونوا مريتوا على الأوراق شوية ومريتوا على المحتوى لأجل أن يكون اللقاء نقاشي ونتحاور شوية في الموضوع ونأخذ ونعطي في الكلام بداية أننا حابب أرحب بالجميع وأفضل أني أنا أبدأ بموضوعنا اللي هو البادلت عشان فقط بالنسبة للبادلت اللي موجود حيكون عندكم في المحادثات حرسلوا الآن في المحادثات دقيقة بس حرسلكم الآن الرابط في المحادثات البادلت هذا يعني عشان تكتبوا أسئلتكم عشان أنا أقدر إيش أنتبه لها بعدين في نهاية اللقاء أو في جداية اللقاء نرجع لها بعدين يعني في أي وقت فممكن كل واحد يكتب اسمه في البادلت عشان بس أعرف أنكم وصلتم إلى الجدار الإلكتروني حق الخاص فيه أيها تمام في الشباب بيكتبوا بس أما تأكد أما تأكد بس أنك أنت وصلت عشان إذا كان في سؤال عندك أو شيء بعدين الأسئلة الآن بس الإسم الله يحفظك فقط الإسم فقط الإسم فقط الإسم دعكم الله خير جميل جدا طيب عشان لما أنا أشرح حاجة أو أقول حاجة معينة جعلها تاني فحياك الله أستاذ خالد الأستاذ عبد الرحمن الأحمدير أستاذ مهى أحلام أستاذ أحلام الأستاذ نورة منكم من ما شاء الله تبارك الله العدد بيكتبوه فحياكم الله جميعا جميل جدا جميل جدا طيب سؤالي 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 الجزئية اللي أنا بتكلم عنها جزئية التقص تصميم التعليم نحن نتكلم على التطبيقات والحاجات الخاصة بالتعليم تمام فسؤالي ما هو المتوقع من اليوم إيش متوقع اليوم يحذوذ إن شاء الله بس يعني نلبي طلاباتكم ونشوف الرغبات اللي موجودة طيب نروح أنا هذا يرجع كود شوي أي أحد عنده سؤال يبدأ يكتب أي سؤال تقدروا تكتبوا أي أسئلة في البادلد طيب أنا أتكلم اليوم إحنا هنتكلم على الوحدة الثالثة في الشهادة المهنية وحتكلم على التعليم والتدريب الإلكتروني فهي جزئية فقط وليست كاملة الوحدة أنا فقط أتكلم على الوحدة وأحاول قدر المستطاع أني ألخص الوحدة وأجب لك الحاجات اللي ممكن تكون لها العناوين الأساسية في الموضوع تمام فالوحدة الثالثة تتحدث عن التصميم التعليمي وتنفيذ عملية التصميم وتتضمن هذه المؤشرات والكفايات فتصميم التعليم مهم جدا أنت اسمك أو عنوان الشهادة تصميم التعليم فأنا هنا بنتكلم على صلب الموضوع والأساس المهم جدا في الموضوع هذه المؤشرات وهذه الكفايات وأكيد أنت مريت عليها وكان فيها بعض الحاجات اللي هو توفير الأنشطة تصميم المهام تصميم الخبرات يعني هذه أكيد أنت مريت عليها وشفتها فيعني إن شاء الله تكون واضحة بالنسبة لكم لأنها طويلة جدا وما أقدر أتكلم فيها هي عبارة عن كفايات ومؤشرات فمر عليها ضروري جدا أنك تمر عليها تقرأها تطلع عليها عشان أنت المسؤول عنها لما يجيك عنها سؤال أو شيء معدد لكن ما أتوقع أني أنا أقدر أمر عليها كلها لأنها مرة طويلة بصراحة يتكلم على صلب الموضوع اللي هو التصميم التعليمي instructional design التصميم التعليمي من الأساسيات والمهم جدا وعلم رائع جدا عشان من أجل التعليم والتدريب الإلكتروني إذا ما تعرف التصميم الإلكتروني أنصحك بقراءة الموجود في الوحدة هذه لأنها بصراحة سيكون لك مرجع بعدين يعني مو فقط في الاختبار أو شيء هذا أبدا هذا سيكون مرجع أكثر من كده في الموضوع وهو ضروري جدا لأنك تستخدم معايير عالمية وتستخدم نماذج لتبني هذا التصميم فيه نماذج كثيرة للتصميم التعليمي وليس تصميم درس نفترق فرق كبير بين تصميم التعليمي وتصميم الدروس هذا شيء وده شيء تاني فلازم نفرق ما بينهم بطريقة معينة يتميز التصميم التعليمي وتطبيقاته التعليمية بأهمية كبرى في سبيل جعل المنظومة أكثر ضبطا لأنه حتى المصمم أو المقيم اللي حيعمل التقييم اللي هو الجودة برضو حيكون مسؤول عن إيش عن إنت صممته سيلاحظ ما صممته حيكون جزء يراقب ما صممته طبعا في عندنا الأهمية أنها تسعى إلى ربط بين الأفكار والمبادئ والنظريات وأهمية التصميم التعليمي أنها ينظر إلى مكونات العملية التدريبية والعملية التعليمية كلها ينظر لها أنها متكاملة من الهدف والعمليات والمحتوى فعندك أهمية جدا لموضوع التصميم التعليمي ويسعى لإحداث تغيير وتطوير منظومي شامل يسعى إلى مواجهة التغيير السريع الذي يشاهده عالمنا لأنه أنت لما تجي تصمم لازم تفكر إيش قادم يعني الآن إحنا بنفكر في التصميم التعليمي لما نصمم برامج تدريبية المفترض ننظر لما هو قادم يعني الروح فقط نخلي برامجنا التدريبية أو برامج التعليمية تكون مركزة على اللي هو مثلا الواقع المعزز أو الواقع الإفتراضي ما أبدأ أعمل برامج تدريبية أو برامج تدريبية أو دروس تعليمية إلكترونية بالأساليب القديمة أو بالأساليب اللاعاف عليها الزمان تمام؟ وحيكون في استراتيجات إن شاء الله حنتكلم عليها مهمة جدا هذه المعلومات لازم تكون واضحة عندك عشان الاختبار برضو برضو أنك إنت إيش تقدر تجيب على الاختبار والأسئلة اللي موجودة طيب أنواع التصميم التعليم عندك ثلاثة أنواع نموذج التوجيهية والوصفية والإجرائية فالنموذج التوجيهي يهدف إلى تحديد ما يجب عمله من إجراءات وتوجيه للتوصل إلى مخرجات تعليمية أما الوصفية تهدف إلى وصف المخرجات هذه إذن أنت في التوجيه تحدد العمل اللي أنت تبقى تصمم له التدريب أما بالنسبة للوصفية فهي تهدف إلى وصف مخرجات التدريب ومخرجات التعديم النماذج الأما بالنسبة للإجرائية فتهدف إلى شرح الإجرائي وهو كيف ممكن التسلسل اللي حيكون بالنسبة للبرنامج التدريبي إذن توجيه وصفي وإجرائي أو وصفي إجرائي وتوجيه هذه بالنسبة لنماذج أو أنواع التصميم التعليمي وظائف النماذج التصميم التعليمي ممكن تكون إلا هي الضبط والتوجيه الوصف التحليل الشرح والتوضيح الإدارة والتوجيه فهذه الوظيفة وظيفة الوصفي والإجرائي والتوجيه النماذج وظيفتها هي اللي توجيه هي اللي تحكم هي اللي بتعمل الإدارة والتوجيه هي اللي بتعمل الشرح والتوضيح هي اللي بتعمل التحليل كيف تحلل النظام اللي موجود عندك فهي جميعها بموجودة في هذا الشكل فالتوجيه يقصد به رمز رسم الخطط وتحديد الأفضل الأنشطة والوصف يقصد به وصف العمليات والإجراءات والتفاعلات والتحليل تساعد النماذج على إجراء عملية تحليل وأكيد الشرح تساعدك على عمليات الشرح والعلاقات بين الأجزاء الموجودة في المنهج الإدارة والتوجيه والضبط والتحكم وأخيرا التنبؤ التنبؤ يعني عشان تشوف ما هي الأشياء القادمة في التدريب وإيش الأشياء اللي ممكن تساعد المتدرب في عملية التصميم إذن هذه بعض الخصائص اللي موجودة في النماذج أو نموذج التصميم التعليمي إننا فيه خصائص اللي هو النظامية الاتساق الداخلي الشرح البساطة في تمثيل الواقع التمثيل الصادق الشمول التعميم الإجراءات التحديد الواضح لخصائص النموذج فنماذج التعليم يعني مهمة جدا وطبعا ما ننسى إنه دائما إذا أنت دخلت في مجال التعليم الإلكتروني حتلاقي نموذج آدي يواجهك في أكثر من مرة وطبعا نموذج آدي لازم لازم يكون عندك علم بي وتعرف ما هي أقسام نموذج آدي طيب نرجع إحنا للبادلت نشوف الشباب كتبوا سؤال أو شيء طيب أرجع أرسل الرابط في المحادثات مرة ثانية عشان إذا إذا حبت تكونوا موجودين معنا في البادلت تمام أرسل أرسل الرابط مرة ثانية إن كان في أحد عنده سؤال أو شيء يضع هناك السؤال عشان أنا بأتنقل ما بين السؤال ما بين البادلت وما بين المحاضرة طيب إذا النموذج آدي هي خمسة مماذج أو خمسة أركان أو خمسة مراحل المرحلة الأولى اللي هي يا شي شباب اللي هو التصميم تمام بعدين التحليل بعدين التطوير بعدين التنفيذ والتطبيق عندنا التقييم وضعه في المنتصف هذه طبعا نموذج آدي المطور تمام نموذج آدي المطور حطه التقييم في المنتصف أو التقييم آسف في المنتصف ليش؟ لأنه أنت تصمم وتقوم تصميمك تحلل وتقوم تحليلك تطور وتقوم تطويرك وتنفذ بعدين تعملها تقويم فمرحلة التقويم صارت مشتركة مع الجميع وضعت في المنتصف وأصبح اسمه نموذج آدي المطور فاحتمال يجيك سؤال أو شيء عن هذا الموضوع فانت تعرف انه نموذج آدي خمسة التقويم هي العملية الموجودة في المنتصف اللي بيعود لها مرحلة الأولى المرحلة التحليل وهي مرحلة الحجر الأساسي انك انت تبدأ تاخذ المحتوى وتحلل المهام الموجودة للمحتوى اما بالنسبة للمرحلة الثانية اللي هي الديزاين التصميم فهي تهتم هذه المرحلة بوضع المخططات والمسودات الأولية لتطوير العملية فتيجي في الديزاين تتعب شوية في التصميم اكثر حاجة في التصميم تتعب لانه في ناس يحب انه يكون مراحل التصميم تكون متعددة عشان انت تعملها ماين كده صغيرة مصغرة مايكرو آسف تمام طيب بعدين عندنا الديفولومنت التطوير ويتم في هذه المرحلة ترجمة مخرجاتها الاوتكام اللي انت تبغى تتكلم عليه المخرجات وإلى مواد تعليمية حقيقية ويشمل ذلك الأجهزة الهاردوير والسوفتوير في مرحلة التطوير طيب بعدين عندنا الامفليمنتيشن اللي هي المرحلة الرابعة اللي هي التنفيذ انت حتى تاخد تدريب ده وتعمله تنفيذ تجريبي زي هذه الأماكن الأخرى والأشياء الثانية انك انت تجربها في البداية ويتم هذه من خلال سواء كان ذلك في الصفة الدراسي العادي أو بالتعليم والتدريب الإلكتروني وأخيرا المرحلة الخامسة اللي هي التقويم طبعا المرحلة اللي هي فيها يقاس مدى كفاءة وفاعلية التعليم وتعرف من خلال النماذج اللي هو يسموه التقويم التقويني والتقويم الختامي أدوات التعليم والإلكتروني وتطبيقاته تمام في عندنا أدوات للتعليم الإلكتروني وتطبيقاته فتتحدد وتتنوع على أدوات الويب في شيء على الويب في شيء على الإنترنت في شيء موجود على الجوالات في شيء موجود فتنوعت الأدوات الخاصة بالتعليم والتدريب الإلكتروني وأصبح على مصمم الخبرات أن يعرف هذه الأدوات ويعرف كل أداء فأنت المفترض أنك عارف إيش تتعرف على هذه الأدوات وتتعرف على طبيعة كل أداء عندنا نظام البريد الإلكتروني وعندنا مؤتمرات الفيديو المرئية فيديو كونفرنس وعندنا خدمة المحادثات إنترنت ريلي هذه ثلاثة وعندنا أيضا خدمة ال-FTP إيش هو ال-FTP؟ Fire Transfer Protocol إلا هو نظام رفع نقل الملفات لازم أنت مصمم التعليم تعرف إيش يعني FTP وتعرف أنه هذه هو النظام الذي تقوم برفع الملفات الخاصة بموقعك بعد ما تخلص التصميم حتستخدم ما هو البرنامج اللي حتستخدمه في ال-FTP في نقل الملفات خدمة المجموعات الإخبارية لازم أيضا تعرف أنه في حاجة اسمها News Group وتصمم أخبار وتبدأ تنقل الأخبار وتبدأ تتناقلها خدمة البحث عن المعلومات وتعرف يكون عندك مهارات متقدمة شوية في البحث يعني ما تكون مو زينا إحنا لما ندخل نبحث في الإنترنت نبحث لا أنت عندك مهارات أكثر في البحث متقدمة شوية عننا عن الناس العادية يعني وليس عن أي شخص تاني فيكون عندك مهارات بحث متقدمة غير البحث اللي موجود فمثلا لو جينا هنا على سبيل المثال في جوجل فإنت إحنا كناس عاديين هنكتب إحنا كناس عاديين نكتب مثلا التقويم التقويم التكويني مثلا تمام هذا الناس العادية لكن بالنسبة لك إنت لازم تدخل على المزيد تروح على الأدوات وتبدأ تأخذ إيش تأخذ أنك تبغى التقويم التكويني في البلد محدد في اللغة محددة في وقت محدد في آخر 24 ساعة آخر ساعة كتبت عن التقويم التكويني فاهم فيختلف هنا اختلف الوضع ليش لأنه أنت عندك مهارات في البحث عن المعلومات غير إلا موجودة عند الناس العادية فهذه من ضمن الأدوات اللي أنت يجب على مع صمم التعليم أن تكون يمتلكها يعني تمام عندنا المكتبات الرقمية وهي معروفة طبعا أكيد عند الجميع إن شاء الله لكن لازم نتكلم عنها المكتبات الرقمية السعودية واحدة من أكبر المكتبات في الشرق الأوسط موجودة ولكن يحتاج لك طبعا الإيميل التعليمي عشان تدخل عليها وتقدر تصفحها وتقدر تجيب بها معلومات جميلة جدا ورائعة وعلمية فهي جميلة جدا تسمى المكتبات الرقمية وفي مكتبات كثيرة رقمية موجودة ومجانية لكن هذه نقصد بها أنه ليست فقط السعودية لا في أماكن كثيرة ومكتبات كثيرة اسمها مكتبات الرقمية البرمجيات الوسطية اللي هو intermediate wire والويكي والمدونات تمام؟ المدونات لا أهم حاجة أنه لا أحد يقول ترى في أشياء عاف عليها الزمن وما موجودة ترى الإنترنت لا ينسى فالمدونات موجودة والويكي موجود تمام؟ عندنا في حاجة يسمى RSS الرSS اللي هي الخاصة بقراءة الأخبار السريعة اللي بيجيب الأخبار السريعة وعندك الماش أب وعندك خدمة التدوين الصوتي أو البودكاست وبدأت تنتشر بشكل كبير جداً البودكاست ولازم يصمم التعليم يكون عنده علم عشان ممكن هو بيصمم التعليم يكون عنده option اختيار بإنه يختار البودكاست المناسب لدرسه أو لاستخداماته طيب طيب أخيراً عندنا أداة التدوين اللي هو annotation tool برضها من أحد الأدوات الخاصة بالتعليم أو أدوات التعليم الإلكتروني أو التدريب الإلكتروني وتطبيقاته طيب في تطبيقات أخرى اللي هي لازم المصمم التعليم يكون مر عليها هذه اللي فوق هذه اللي دوبنا مرين عليها هذه تعتبر يعني معلومات عامة أو لازم تكون موجودة عندك لكن إلا بعد هذه هذه اللي أنت لازم تختار منها واحدة فقط وليست كلها جميعا تختار واحدة منها وتصدق تكون محترف فيها يعني تمارسها أكثر لأن هذه الأدوات تساعدك في تصميم خبرات التدريب والتعليم الإلكتروني يعني ليست أدوات زي الأدوات السابقة لا هذه وحدة منها فقط أنا أعطيك مجموعة الآن نتكلم عليها أنت اختار ما تريد منها يعني ما الذي يناسبك منها أول واحدة عندنا اللي هو سبرينج سويت وهذا النظام جميل جدا أدوات شاملة محفوظة ومخزنة بالكامل مصممة لإنشاء محتوى تعليم رقمي متوافقة مع سكورم طبعا سكورم زي آدي آدي دائما تتواجه كلمة آدي في التصميم وتواجه سكورم في التصميم وتواجهها في الجودة فسكورم لازم تعرفها اللي هي المعايير الخاصة بتصاميم البرامج التدريبية تمام؟ معايير سكورم آآ تتيح هذه الأدوات إنشاء الاختبارات والعروض التقديمية بالفيديو وتسجيلها ومحاكات الحوار آآ تقدر تضيف في آآ سبينغ سويت تقدر تضيف آآ وورد بي دي ايف بي بي تي عروض تقديمية كتب آآ تفاعلية تقدر تضيفها بهذا الشكل وهي أتوقع أنها آآ في نسبة منها مدفوعة وفي نسبة مجانية آآ وهو تقريبا نسبه تلاثمية خمس وستين وفي منه أتوقع ثلاثة نسخ آآ آآ خذنا ناخدها كده بس أوريكية كده بسيطة كده بس نظرة لها تمام ف أنا نرفع لابا ثلاثمية وستين في منه ثلاثة نسخ البرنامج في منه ثلاثة نسخ طبعا أي واحد تدخل عليه حتلاقي مكتوب LMS إذن هو عبارة عن نظام لإدارة التعلم تمام وعبارة عن نظام لإدارة التعلم وكيف أنت تبني بي تصمم إدارة التعلم تمام اسمه تلاثمية خمس وستين وفي منه ستوري لاين وفي منه ستوري ستوري لاين وفيه ريز أي ريز ثلاثة أنواع بس هذا عبارة عن نظام جميل جدا تقدر تشتريه وتحمله عندك في الجهاز وتتعرف عليه لازم تتعرف عليه كمصمم تعليم لازم تتعرف على هذه الأنظمة كمصمم تعليمي تمامه شايف ستوري لاين رايز وأرتكليت رايز هذه الثلاثة أنواع هي أداع عبر الإنترنت لإنشاء الدورات وبرضو نفس الفكرة إن هي يمكنك إدراج الورد والباوربوينت والأشياء دي كلها تقدر تدريجها طيب أدوبي أكتيفيت هو الوحيد اللي فيه شوية مدفوع نسبة عالية شوية من شركة أدوبي وهو جميل جدا وتقدر تضيف فيه الـ VR الآن دخلنا على الـ VR ودخلنا على المحاكال دخلنا على الواقع الافتراضي والمحاكال يعني زاد الوضع الآن في برنامج أدوبي أكتيفيت يعني شوية يمكن هيكون شوية عليك في صعوبة في التعلم إنك تتعلمه لكن ما في شي صعب هو ما في شي صعب إن شاء الله تتعلمه وجميل جدا ورائع من أحد البرامج المهمة جدا في تصميم التعليم لتصميم التدريب easy generate برنامج أداء برضو مجانية مباشرة تمكن من العمل الجماعي عشان الناس عشان أنت تبقى team work ناس تبقى تشتغل عليك ففي حاجة ماستر page اللي هو الصفحة الرئيسية فأنت في الصفحة الرئيسية تضع المحتوى أو تضع القالب الأساسي وبعدين الباقية يعني تضع في المربع التي يبقى الـ Word الـ Powerpoint الأشياء التي يبقىها تقدر تضيفها في وقت إضافي بعدها يعني فـ Easy generate برضو أحد البرامج التطبيقات التي تقدر تتعامل بها الآن أصبحت بعض البرامج اللي هي زي مثلا التليجرام تقدر تضيف فيه دورات تدريبية التاني ذا اللي هو التويتر تقدر تضيف فيه دورات تدريبية لينكتن أكيد دوراته مرة خطيرة وقوية جدا إبغالك تدخل تشوف الدورات اللي موجودة في اللينكتن عشان أنت لازم تكون عندك تغذية بصرية عشان تقدر تصمم وتعرف لما أنت تتكلم على تصميم التعليم تعرف أنك أنت ماذا تريد أن تتحدث عنه فالسوشال ميديا تطبيقاتها كثيرة جدا وأنتم عارفينها وخافزينها وعجلينها ما شاء الله تبارك الله لكن يهمك يهمك هنا أنك أنت تعرف إيش الإمكانيات الخاصة بالسوشال ميديا هذا اللي أنت بتتكلم عنه فأنت لازم تعرف أول حاجة لما تحدد في الجزئية الثانية اللي هو جزئية التحديد الفئة المستهدفة تحدد أين يتواجدون أنت لو كان فئتك معلمين فين حتلاقي في أي سوشال ميديا موجودين أكثر هل هم في تويتر ولا في فيس ولا في سناب ولا فين موجودين فبناء على هذا تقدر أنت تعرف إمكانيات تطبيق السوشال ميديا التواصل الاجتماعي ما هي إمكانياته في تصميم التعليم أكيد ما نخفى على هو الملك أيام فترة الحجر وهو زوم وأكيد أنتو عارفين أن نوزوم هو أحد تطبيقات التواصل المحاضرات وتنفيذ المحاضرات والمؤتمرات الأونلاين تمام عندنا برضو تيمز وهذا اللي أنا أخاطبكم عن طريقه وأكيد استخدمناه كثير جدا وعرفنا أنه تيمز هو عبارة عن برنامج ليش لتوفير أو إنشاء فصول دراسية وتواصل مع المتعلمين والمتدربين من خلال النظام والفصول الفتراضية Active Inspire جميل جدا ورائع وبسيط فبرضو تقدر تمر عليه وتشوفه من أحد البرامج المهمة لتصميم التعليم إن كانت تبغى تصمم التعليم تقدر تصممه عن طريق آدوبي أو آسف Active Inspire أدوات وتطبيقات الإدارة التعلم عندك برضو With IQ آسف الwith IQ بدأ يختفي كده وبعدين راح ما اشتغلوا مضبوط لكنه موجود ولازم يكون عندك علم بأنه With IQ عبارة عن منصة تعليمية تدريبية مصممة لتقديم تجربة فصل دراسي عبر الإنترنت تمام موديول الموديول هو الأكثر شهرة لأنه هو الأول نظام وOpen Source مفتوح فهو الأكثر شهرة الأكثر شهرة واستخداما في العالم اسمه موديول وهو مجاني Open Source عشان كده هو الأكثر يستخدم لكن الشكل ما يعطيك شكل لو أنت بتبحث عن حاجة واو كده الناس تبهر بالصورة بالفيجول بالمؤثرات الصوتية بالموديول ما يعطيك نفس اللي يعطيها الباقية لكن يصمم يعني ماشي بنظام سكورم معايير آسف معايير سكورم يؤدي واجبات يعطي إنشاء منتدى ينشاء دروس ريسوس كل شيء وأيضا يصمم اختبارات جوجل كلاسروم منصة معروفة خاصة بالتدريب والتعليم الإلكتروني وتم إطلاقها مجانا من شركة جوجل تنشر مصادر التعلم إدارة تكون تدربين ترسل تكليفات تحط درجات تصحيح تلقائي وتاخد معاها مجانا اللي هي جوجل درايف حتعمل الاثنين مع بعضهم فيكون يعني جدا جميل ورائع بلاك بورد نظام أحد أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني ومعروفة في جامعات المملكة كلها لأنه هي الأقوى في أنها ما في نسخة مجانية هذه مشكلة البلاك بورد مشكلة الأنظمة الباقي التي تكلمنا عنها ممكن تاخد 30 يوم 14 يوم مجاني تجربة البلاك بورد ما عندهم أنظمة ما عندهم تجربة عندهم على طول دفع تمام فعشان كده هما إحنا بعيدين عن البلاك بورد في التعامل كإدارة التعليم أنا أقصد على التعليم لكن الجامعات كلها شغالة بالبلاك بورد والبلاك بورد جميل جدا 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 وقوي لدرجة أنه يحسب عدد الكليك عدد النقرات للطالب كم عدد نقرات الطالب لدرجة أنه يحسب متى كان الطالب يتواجد في الأسبوع لدرجة أنه يحسب كيف كان أداءه هذا الشهر يعمل تحليلات بطريقة جميلة جدا ورائعة البلاك بورد وفي أنظمة جدا جميلة جدا نظام أنظمة جميلة جدا ادو مودو أحد الأنظمة اللي موجودة هو عبارة عن نظام ومنصة لكن هو عمله خلط ما بين الاثنين يعني كأنك في فيسبوك لكنه تعليمي فهذه فكرة جميلة جدا ورائعة ما بينهم طيب قبل ما أروح للمعايير أرجع مرة تانية للبادلت والسؤال يقول أي من هذه خليني بس أمسح الأسئلة هذه والأجوب اللي موجودة عشان مسح المنشورات أوكي ثلاثة تسعة آسف ثلاثة ثمانية تسعة سبعة تمام سؤالي هنا أي من هذه الأنظمة تعاملت معها أو أي من هذه الأنظمة ناسبتك دقيقتين بس نحقنا دقيقتين أي من هذه الأنظمة عملت معها أي من هذه الأنظمة تناسبك مايكروسوف تيمز تمام الزوم اشتغلوا عليه زيم زوم وتيم وجوجل ميت تمام تيمز تيمز برضو لا زال تيمز هو في المركز الأول خلينا نغير التنسيق خلينا ناخد التنسيق خليت تنسيق جد ولا عشان بس نشوف إيش الكلمات اللي جاء ارتوكولات جميل جدا في شخص اشتغل على ارتوكولات أو عجبوا ارتوكولات 365 جميل جدا ايمز زوم أوكي رائب حلو يعني في مجموعة اشتغلوا على الويبكس أيوة اشتغلوا على الويبكس اتمودوا اشتغلوا عليه جميل ماشاء الله تبارك جميل فاللي اشتغل على بلاك بورد كيف جميل صح نار حلو جميل نعم في واحد كاتب انو اشتغل على الزوم اه الناسبة ارتوكولات او الناسبة البلاك بورد ممكن شكرا اشتغلها مسار واضح اللي انت تضعها توفير معايير محددة ووسطية للتقييم الاعمال يعني لما تيجي تكتب المعايير الخاصة بالتقييم لازم تكون واضحة لازم تكون واضحة سيتم انا اقول لك مثال على معيار سيتم اعطاءك نقطتين في حال تم مشاركتك في المنتدى فهذا معيار مهم جدا ان الطلاب كلهم هيشاركوك في المنتدى فانت ما تقول ترى والله ما حتعمل مشاركة لانه انت في الاساس ما عملت هذا التمعيار او ركزت عليه تمام غلقت الدقيقتين ممتاز طيب مراعاة ان تكون مرتبطة بسياسات الدراجات تمام ان تكون ادوات التقييم المختارة متسلسلة تمام يجري تقييمها مع الاعمال مناسب للأعمال ان يكون المتعلمون المتدربون لديهم فرصة لقياس تقدمهم نبغان برضو يكون في عنده قياس ذاتي لنفسه توفير تعليمات كافية وواضحة حول كيفية تحقيق اهداف التعلم والمواد التعليمية ستسفن في تحقيق نسار للتعلم وتحقق الاهداف المعلنة ادوات ووسائل القياس تدعم الاهداف والادوات التقنية اللي انت حت اختارها تصبح عشان تجعل المتدربين او المتعلمين نشطين ويصبحوا متعلمين بنفسهم ان نتسم اسلوب الايجار للتنقل بين الموضوعات المحتوى والمقرر التنقل يكون سلس ما بين المحتوى تمام طيب في تنظيم تسلسل المقرر المفترض انك تتبع اسلوب الهرمي المفضل انك تتبع اسلوب الهرمي احتواه على خاصيات المساعدة عدم افتراض ان المتعلم سوف يتبع ترتيب معين توفير المعلومات للمتعلمين في اقل عدد خطوات وان تكون الادوات بسيطة وثهلة للتنقل لا تخلي صعوبة في التعامل في التنقل ما بينهم ترى انا كنت بأتعب احيانا احيانا كنت اتعب خلينا اوريكم بس كيف كنت اتعب انا بس بأوريكم خبرات وابوريكم اشياء عشان ممكن تأتي في الاختبار معلومات انت ممكن تقرأها لكن انا الخبرة اللي بأوريك هي يمكن ما حتقرأها تمام فكانت فكانت في كده التجربة اللي هي كانت مع الجامعة اللي هو جامعة نورة تمام فكانت التجربة بهذا الشكل المفترض انك انت تدخل تلاقي دورتك موجودة لم تكن هناك الدورة موجودة لازم انا اضغط على الصورة حقتي واروح على لوحة التحكم تمام حتى اجد الدورة موجودة هنا فكان في شوية ايش في شوية التسلسل غير منطقي هنا بالنسبة لي انا انا اتكلم بالنسبة لي انا يعني مفترض في اللوحة الرئيسية في الصفحة الرئيسية يظهر لدوراتي لكن لا انا لازم اضغط كده واجه هنا عشان اجه لدورتي فاصبح ايش هنا المعيار او الفكرة التسلسل يعني شوية في صعوبة اليوزر خبرة المتدرب في شوية صعوبة هو صحيح وكل شيء وخلاص الناس الجامعة الجامعة ناجحة بعطيك فكرة ما نتكلم على هل طيب تصميم المحتوى الاكتروني يوفر فرصة التعلم الفعالة تمام لا تجيب دورات قديمة وحاجة جديد لازم يكون في في تعلم بيحدث في الدورة التدريبية اللي انت تصممها اللي انت بتصممها لازم تكون في حاجة حيتعلمها المتدرب في حاجة حيكتسبها المتدرب في حاجة فرصة لتعلم فعال تمام في ممارسة طيب الايجابيات والسلبيات للتعلم الفعال والتعلم السلبي اكيد اكيد يعني سهلة وبسيطة هتكتبوها انتو لو انا طلبتها منكم لكن ناخدها كده فقط انه يحفز ويعزز سهم المتعلمين هذا الايجابي يعزز التقدير يساعد المتعلمين على تطوير مهاراتهم لكن السلبيات اللي هو غير مناسبة يمنح المتدربين او المنعلمين اثف تحكم اقل في المحتوى الدقيق المغطى في الوحدة يتطلب مهارات يصير اكثر فهي دائما دائما تكون في مشكلات في المحتوى هنا عند في الكنترول لانه احنا عادة متعودين على الكنترول احنا متعودين عن انه لازم انا اتحكم في كل شيء لكن هنا يجيك التعليم الالكتروني شوية ايش يحجمك شوية فيصير من السلبيات فهي سلبيات وايجابيات حتى الايجابيات والسلبيات انت ممكن تكتبه وتطلع صحيحة من ايش من خبرتك ومن ممارستك للموضوع ممارستكم يا شباب اللي انتو بتمارسوها هذه هي اللي هي اللي تكفيك في انك الاسئلة اللي حتيجي في الاختبار اللي هو الشهادة حيكون سهل وبسيط جدا والسبب انه اقلب المعلومات اللي موجودة انت مارستها ما تحتاج تقرأها حتى تمام فلو كتبت لكم الاجابيات والسلبيات ما شاء الله تبارك الله سيغطي هذا الموضوع كثير جدا طيب الايجابيات ينشط التفكير يجعل من الممكن نقل مساحات واسعة من المحتوى وعندك السلبيات مثلا يمكن ان ينظر اليه على انه ممل طبعا اكيد بعضهم يشوفوا انه ممل لا يشرك المعلمين تجربات تعليمية احيانا اخيرا عندنا يزيد من سيطرة المعلمين في التقليل على تقديم يمنح المتعلمين حرية ازدعام طيب يجب على مصمم خبرات التعليم الاستفادة من التعلم السلبي والتعلم النشط وتوظيفها في المقرر حيث تعتبر افضل طريقة للتعلم لتغييره يعني انت لازم تستغل هذه النقطة انه التعلم الفعال والتعلم النشط كيف انت تستغله في وضعك كمصمم تعليمي انت كمصمم تعليم ايش هتسوي كيف هتشتغل بهذه الفكرة تستغلها يعني استغلال لهذه الفكرة وتجعلها اكثر طيب تطبيق المبادئ المشتقمة من نظريات التعلم في تصميم التعليم الالكتروني ارتبط التعليم الالكتروني ارتباط وثيق بنظريات التعلم والتي تستهدف الوصول الى المبادئ والاساليب التي تحقق تعلم افضل للفرد تمام تعلم افضل للفرد عندنا هنا النظرية الثلوكية والنظرية المعرفية والنظرية البنائية والنظرية الاتصالية والنظرية التعلم الاجتماعي ونظرية انماط التعلم هذه نظريات التعلم اللي موجودة في الموجود في التعليم عموما يعني طيب دورة تقنية الحديثة في تطبيق النظرية السلوكية كيف تطبق النظرية السلوكية في التقنية تمام يمكننا تصميم المقررات من خلال ترتيب فقرات المحتوى وصيغتها بطريقة متدرجة من السهل إلى الصعب إذا صممت محتوى كالتدريبي أو الدورة التدريبية وانت بتصممها صممتها من السهل إلى الصعب فانت بماشي مع النظرية السلوكية تمام وكيد حيكون لمساعدة المتدرب والمعلم على إدراك وفهم واتتسابها حيث يتم عرض كل عناصر التقييم مثلا ما شوف هنا لا استدرس لي ولا لا تمام لمساعدة المتعلم على إدراكها وفهمها واكتسابها حيث يتم عرض كل عنصر على في المقرر سواء النظرين أو إجرائيين باستخدام أمثلة إيجابية وسلبية وذلك لتعزيز الفهم للمتعلم إذن هذه هي الطريقة اللي أنت ممكن تقول فيها في دور التقنية في استخدام أو تطبيق النظرية السلوكية نستخدم الخرائط النظرية المعرفية في تطبيق النظرية المعرفية اللي هو نستخدم فيها المايند ماب تمام الخرائط المعرفية أو النظرية المعرفية تساعد في فهم المتعلم عشان يشوف الصورة بالكامل عشان كده نستخدم هذه أكثر تطبيق من تطبيقات الفعالة في هذا المجال الرحلات التعليمية الافتراضية لزيارة المتاحف والماكن اللي يمكنك أن تتوصل لها إلا عن طريق إيش الأونلاين فيكون فيها أكثر مقاطع فيديو أكثر دورة تقنية الحديثة في تطبيق النظرية البنائية من خلال الفصول الافتراضية مثل التيم والبلاكبورد يتيح مطور المحتوى إرسال سؤال أو معلومة معينة عشان النقاشات فنبني بنائية بنعنى بمعنى أنه إحنا نبني خبرات المتعلم خطوة بخطوة نبنيها في خلال أو من خلال الدورة التدريبية ومن خلال الدرس التعليمي اللي حنسويه الأونلاين فإنت لما تصمم تخلي في بالك الثلاثة هذه عشان تفكر أي نظرية أنت هتعمل بها وتشتغل بها دورة تقنية الحديثة في تصميم أو في تطبيق النظرية الاتصالية اللي هي أهمية كبيرة هذه الاتصالية خلال تطويع التقنية لتيسير عملية التعليم والتعلم ويركز التعليم والتدريب الإلكتروني على المتعلم أو المتدرب عشان هو دائما يكون المحور فإنت إيش الفكرة هنا أنك فقط تغير دورة المصمم هذا من كونه مصدر للمعلومة إلى كونه ميسر ومنظم ومخطط تمام؟ فإنت يبغى لك أنت تفكر في النظرية في التصميم طيب أيضا النظرية الاجتماعية برضو لها علاقة في الدور في التقنية الحديثة أنك أنت هنا طرح الأسئلة وترك فرصة له ليفكر ويستجيب قبل أن يسمع الإجابة فهذه بالنسبة لاستخدام النظرية الاجتماعية أن ما تتعلم عندنا البصري والسمعي والحسي والحركي البصري أنت حتستخدم فيه العروض التقديمية والمؤتمرات والفيديوهات والسمعي حكيت حتستخدم البودكاست والمقاطع لازم لما تجي تصمم لازم تنوع في تصميمك ما ينفع أنك أنت كلها تكون عروض تقديمية أو ينفع كلها تكون فيديوهات متصلة لازم يكون فيه شوية تنوع موجود في داخل النمط الأنماط ففيه النمط القراءة والكتابي هذا أكثر الأنماط اللي حتصير فرحانة معاك وتشتغل إلا هو النمط القراءة والكتابي والنمط البصري هذا ولا الاثنين يعني مغطعين بطريقة جميلة جدا لكن أنت في التصميم تحتاج أن تضع في دهنك النمط السمعي والنمط الحسي والنمط الحركي هذولا لازم تشوف كيف تشغلهم فالواقع المعزز والواقع الافتراضي هذه الاثنين اللي تخلي تشغل النمط الحسي وتشغل معاك النمط الحركي أنشطة التعلم التشاركية الإلكترونية ما هي الأنشطة التعلم الإلكترونية؟ تعرف أنشطة التعلم الإلكترونية على أنها أي عمل أو نشاط يؤده المتدرب كالقراءة والكتابة والمناقشة تعتبر بصورة فعالية تعتبر أن هذا نشاط تشاركي عمل في داخل القاعة الافتراضية سواء كان اعتيادي أو كان فصول اعتيادي أو فصول الافتراضية فهو طالما عمل واشتغل معاك فهذا يعتبر أنه أدى القراءة موزود التعلم التشاركي يعتبر هو منظومة التفاعلات التشاركية التي تحدث خلال المشاركات المعرفية الاجتماعية العاطفية بين المتعلم والمتدرب ضمن مجموعة العمل وبتوجيه من المعلم والمدرب في بيئة الويب فيصير في تشارك ما بينهم وتولد ما بينهم العاطفة العاطفية شايف والاجتماعية المعرفية في عاطفة وفي موضوع لازم ندخل فيها شوية اللي هو الإحساس طيب تصميم مهام تعلم متنوعة تراعي ميولهم المواقع والمصادر حيث يمكن أنك تجيب جزئية من المواقع وتضعها في الأنشطة عشان يكون لها أساس في الموضوع وتكون فيها الرسوم والملسقات التوضيحية لو جبت الرسوم الكرتونية حتكون مرة جميلة تمام وتحثهم على أنك تتخلي في عندهم تفكير ناقد البرمجيات التعليمية من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة والتدريب والممارسة التي تقدم المتعلمين باستخدام الحسوب بقصد إحداث تغيير في السلوك هذه البرمجيات وأما بالنسبة للمكتبات الرقمية زي ما قلنا هي تقدم لك دعم كبير جداً للمواد الموجودة في داخل المكتبات زي الوورد والبي دي ايف والأنشطة الصفية واللا صفية هي التي تقدر تشتغل فيها في المكتبات المصممة بصورة جيدة وممتعة عليها من أمثلة البطاقات المصورة التركيبية اللي هي الألعاب التعليمية التدريبية بس نسيت كلمة الألعاب إلا أنت تسوي ألعاب إلكترونية بطاقات تعلم برامج كثيرة جداً موجودة فهي ممكن تساعدك في تصميمها البريد والمنتديات الإلكترونية تدعم استخدامها لدعم الأنشطة هتدعمك كثير جداً إذا استخدمتها إذا استخدمت البريد الإلكتروني في داخل القاعات الإفتراضية المختبرات الإفتراضية مرة جميلة جداً فيه أوقف كده شوية بس فيه معمل مرة جميل جداً مر عليها قبل ثلاثة أيام جميل جداً حابب أنه بس يعني تأخذوا به النظرة مروا عليه كده شوفوه بعدين اسمه O-Labs تمام O-Labs جميل جداً بصراحة بيتكلم على جميع العلوم شوف الفيسيك والكيميستري والبيولوجي والماث أنت كمصمم تعليم لازم تمر على الأشياء هذه عشان تعرف إيش الموجود أنا هذا اللي أقصده إيش اللي موجود مثلاً لما تروح على الساينس تمام؟ لما تروح على العلوم هتلاقي هنا فيه أشياء كثيرة جداً في العلوم على سبيل المثال هتأخذ الفيديو هذا الأول هتلاقي هنا المعلومات اللي هي في الكيمياء اللي هي ورقة تتبع وتتبع الشمس وفيه عندك هنا برضو فيديوهات وفيه سيميليشن فيه سيميليتور فهو موقع مجاني تعليمي يعني بصراحة مرة جميل شوفت شيئاً قطارة وتأخذ النقطة كده فجميل بصراحة أنك أنت تشوف حاجات فيه كده جميلة ورائعة تعتبر من الأنشطة اللي تخلي الطالب يشتغل معاك هنا كيف يعمل معاك بهذا الشكل فأنت لازم تفكر في هذه المعلومات حتى تقدر بعد أن تتعلمها يعني ما نقصد إنها موجودة هذه المختبرات الإفتراضية فمرة جميلة بصراحة موجودة المختبر اللي هو في المملكة العربية السعودية عندنا المختبرات الإفتراضية لكن ما يمنع أنك أنت تمر على المختبرات الأخرى وتشوفش فيه إمكانيات موجودة المختبرات العالمية والمختبرات العالمية مرة جميلة بصراحة جداً جداً وفي كل المواد تساووها يعني ما أخلوا أي مادة اللي أحطوا فيها الألعاب التعليمية والعادية المحسوسة طبعاً لا تحرم نفسك من الألعاب اللي موجودة في الأجهزة ولا تحرم نفسك لأنك تشوف الألعاب عشان تقدر تصمم لكن أنت ما تقدر تصمم تعليم إذا أنت ما خط التجربة يعني ما تقدر تصمم تعليم وانت قدك أصلاً ما دخلت على مثلاً على يودومي شوفت كيف يودومي مثلاً يودومي مثلاً في يودومي موجودة الدورات التدريبية اللي موجودة في يودومي أنت للم تمر عليها شوفت الدورة اللي موجودة أنا ليني، بسHaS شوفت ها فين راحة بس أديك مثالit يعني مثال بسيط أنهم كيف يستخدموا التصميم أنت الآن مصمم أنا أتكلم مثلاً منه أنا أتكلم أنوا يا شباب مع مع مصمم تعليمي فأنت تليدي تشوف إش عنها بل تصميم التعليمي اللي موجود هنا يعني هذه الآن الدورة التدريبية هنا وهذه الدورة التدريبية إنه الآن لا تعرف اللغة انجليزية لكن إيش التصميم هنا ايش التصميم التصميم انه في البداية وضع فيديو تمام بعدين حط المحتوى تحت شوف المحتوى هذا وضع من المحتوى شيء ممكن تشاهده وضع شيء غير ما يمكن انك تشاهده شوف هنا في البداية في بداية ايش سوى عرف بنفسه وبنى احتياج للمتدرب اذا انا لازم لما ابني اجيب فيديو احتياجي هذا اللي نقصده انت في التصميم التعليمي هذا اللي انا اقصده هنا انك انت قد تسوي العاب كيف ممكن تسوي انشطة كيف ممكن لا يمكن انك تعمل هذه كلها اذا انت اصلا ما مريت على شوفت عملت تغذية بصرية لك تمام مهارة تصميم وادراج الاشكال التعليمية اه هناك عدة مهارات يجب ان على مصمم خبرات التعليم والتدريب الكتروني اكتسابها لدمج الموارد في داخلها منها الا هو تحديد المفاهيم والنقاط المهمة صياغة تلك المفاهيم وتحديد نوع المخطط اللي انت تبغى تشتغل عليه فانت لازم تشتغل على الثلاثة هادي عشان تقدر تكمل البرنامج التدريبي حقك التصميمي تمام ينبغي في مهارة تصميم الفيديو ينبغي ان يتم اختيار الفيديو طبقا لمواصفات الفيديو العالمي من ضمن المواصفات الخاصة بالفيديو انه ما يكون الفيديو طويل ما يكون الفيديو لا يخدم العملية ما فيه الصوات الصوت غير واضح ما يكون فلازم تشاهد الفيديو بالكامل لازم تكون انت اللي صممته لازم يكون من محتويات فهذا مهارة تصميم الفيديو لازم تكتب السيناريو كتابة السيناريو مهمة جدا لازم تختار البرنامج المناسب برامج كثيرة للفيديو فهذه من دنسمة لمهارة تصميم الصور والفيديو كما أن هناك عدة استراتيات يمكن للمصمم بخبارات التعليم تصميمها وتنمينها وتنميتها لمهارات التفكير العليا عندك الواجبات الإلكترونية التواصل لوحة النقاش الفصول الإفتراضية والأنشطة الإلكترونية لا يعني إنشاء بيئة تعليمية تدريبية نشطة إعادة هيكلة المقرر يعني إحنا ما نمسك المقرر ونرميه وناخد مقرر جديد لا إحنا نبغى نفس المقرر إلا موجود ندمج في داخله تقنيات تفاعلية بسيطة تجعله كأنه يتعامل الطالب في الفصل كأنه يتعامل أونلاين فهذه فكرة لازم تفكر فيها بطريقة كيف تأخذ نفس المحتوى إلا موجود تمام؟ أضيف عليه تقنية تفاعلية بسيطة أجعل الطالب يشعر كما هو في الفصل خارج الفصل وهذه طبعا أكيد أنها ما حتكون سهلة لكن ما حتكون صعبة تمام؟ ما حتكون صعبة تمام؟ هذه بعض التقنيات التعلم النشطة اللي هو المناظرات، العمل على مجموعات صغيرة، المناقشات، فكر زاوج، أدوات التك، طيب خصائص الأنشطة والتكلفات الإلكترونية أهم ما يميز أنشطة الإلكترونية من خصائصها إلا هو وجود أكثر من نظام، من أكثر من وسيط آسف، داعمة، جاذبة، تنمي التعاون بين المتعلمين، وتنمي الأشياء اللي موجودة ما بينهم في، طبعا ما فيش وقت كثير بيننا، لكن في شيء لازم لازم تشوفه تمام؟ في حاجة مرة جميل لازم تشوفوها، بس أنا أبحث عنها عشان ريكم يا إسمائل إلاب من ضمن التصميم التعلم، أنا أتكلم من ضمن التصميم التعليم، تمام؟ أحد الأخوة تواصل معايا، تمام؟ وقل لي ترى بغاك تقيم البرنامج ده وتشوف إيش رايك في اللي أنا سويته مطبوط، بس أنا أعكس لك الجوال، تمام؟ البرنامج، البرنامج يسمه إدآب، تمام؟ شوف إدآب يسمه تصمم بي كورس، كيف تصمم المعلمة صممت كورس كامل أونلاين، شوف كل أونلاين، تضغط على الدرس، شوف أنا فين وصلت؟ وصلت الدرس السادس، أضغط الوحدة السابعة تبدأ تقول الدرس، ابدأ ففي تصميم ترى يعني في تصميم يا شباب ما نعرفه للساعي يعني موجود في التصاميم اللي موجود ريستارت، خلينا نبدأ الدرس مرة ثانية في أشياء جديدة، شايف؟ ممكن أن تتعلموها يعني أقصد، يعني هذه من ضمن التصاميم الخاصة بتصميم البرامج التدريبية فقسمت المنهج تقسيم جميل جداً، طبعاً البرنامج مدفوع ومجاني، يعني اتنين في واحد مجاني ومدفوع، مجاني ومدفوع، طبعاً هو ما يعطي خاصية العكس زي وزي زي البرامج الخاصة، زي النيتفليكس، ما النيتفليكس، ما يعطي عكس، ما يعطي عكس لكن البرنامج الجميع جديد، اسمه إد أب، إد أب، خليني بس إيش؟ أنا أوريكم هو عشان باقي عشرة دقائق قريباً وإنتهي اسمه إد أب، إي دي، إي بي بي، إد أب برضو نظام لتصميم التعليم، بس هذا آخر حاجة شفتها في تصميم التعليم، أنا صدمت لما شفتها لأنه يبغى لها طريقة للبناء وتتعلم البرنامج، وتتعلم كيف يشتغل البرنامج، لكن بصراحة جميل جداً ورائع يعني داخل في الموبايل ليرنينج، في التعلم باستخدام الجوال، داخل في الموبايل ليرنينج فإنت بغى لك تصمم، شوف اللوغ إن هنا، قالينا بس أقول لك اللوغ إن هنا أدمن كيف أنا دخلت فجميل جداً ورائع، بصراحة إنكم تحتاجوا تجربوه برضو، وتحتاج إنكم إنتوا تعرفوا ما هو الأشياء اللي موجودة هنا طيب، بالنسبة للشهادة أو بآسف للموجودة هنا اللي هو البادلت، أنا حرفع العرض هنا البادلت حرفع العرض عشان إيش؟ عشان الشباب يقدروا يحملوه وبعدين يستفيدوه منه فاينل، إنتو إيش كي ولا دي، إنتو دي، ديزاين، تمام؟ أنا رفعته الآن في البادلت، شوفوا هذا هو، تقدروا ترفعوه، تقدروا تشاهدوه، وتعملوه فيه اللي تبغوه طيب، نرجع للبادلت، أي سؤال، أي استفسار يا شباب خلينا نرجع هنا رابط التحضير، طيب، حين الأستاذ رسلنا رابط التحضير الآن، أتواصل معي، أرسلني رابط التحضير هو المفترض يكون دخل ورسله، مفترض الأستاذ رسله، لكن ما رسله، طيب، خلينا نشوف الأسئلة هذا هو رابط التحضير، هو الأستاذ ما شاء الله، تبارك الله رسله أزاك الله خير يا استاذي، شوفوا في المحادثات، تمام؟ طيب، رابط البادلت حين أرسله، بس شوفوا رابط التحضير، نشوف الأسئلة، طيب طبعا كل البرامج اللي اتكلمت فيها موجودة في المحادثة في الاسف في البادلة اللي ارسلته هنا في البادلة عندك كل موجود هنا كل البرامج اللي اتكلمت عنها نفس العرض اللي اعرضته موجود هنا نفس العرض اللي اعرضته موجود هنا يا شباب تقدروا ترجعوا له اي وقت تحملوا وتشاهدوا في اشياء طيب وضح لنا كيف ممكن تكون طبيعة الاختبار على المحتوى المعروض على المحتوى المعروض الاسئلة هتكون بسيطة جدا نفس الأسئلة الموجودة في اختبار إلا هو قياس لأن الله حيختبرنا قياس نحن ما عندنا علم كيف الأسئلة حتكون ما حد يقدر يقول لك الأسئلة كيف لأنه لم يتم اختبار المرحلة هذه ما حد أختبر إلى الآن فما أقدر أنا أفتيك أقول لك ترى والله الأسئلة كده جاية وكده حيصير ما حد يقدر يقول أنا كل الله أقول لك أنه ترى البرنامج هذه المحتوى عندك تذاكره تحاول تجمع المعلومات اللي فيه وإن شاء الله بحول الله تعالى تكون موجودة الأسئلة طيب فيه أسئلة في المحادثات يا شباب أي سؤالة أي استفسار أنتم تصميم تعليم فأنت لازم تركز على تصميم التعليم وبرامج تصميم التعليم يعني حتى لو أنا ما تكلمت على حاجة في تصميم التعليم أنت تدخل تكتب برامج تصميم التعليم إلا هو أحفظ الكلمة instructional design instructional design تمام طيب في بعضكم الأخوة يقول فيه اختبار تجريبي أحد الأخوة سوى اختبار تجريبي وهذا الرابط موجود عندكم في المحادثات إلا حابب يدخل يشوف الاختبار يدخل يجرب بس هذا أتوقع المستوى الثالث طيب بيكون فيه أسئلة خارجية عن التصاميم مثلا وطريقة عمل برنامج معين أي سؤال تفضل أي سؤال ما عندك أي إشكالية والله حتكون إن شاء الله مسجلة بس ما أدري حيرسلها المركز زي ما أرسل لكم الحضور وأرسل لكم الروابط المركز هو مسؤول أنه يرسل لكم الرابط الخاص بالمحاضرات هذه المسجلة كلها جميعا تكتب الثجلة المدنية يا شباب في المحاضرة وبعدين تكتب الرابط اللي موجود عندك جزاكم الله خير الله يسعدكم أسعدني حضوركم اليوم آسف على الإطالة وسامحون على القصور معلش يعني هذا كان بيدنا عبارة عن ساعة يعني يدوب نكمل فيها عشان أنت عندكم ستة محتويات أو ستة وحدات فهذا اللي كان فيه موجود الله يساكم بالخير جميعا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم